تاني اهلا بكم في شرح سلسلة وورد للمحترفين باللغة العربية هنتعلم في الفيديو ازاي نقدر نكتب الشعر ونعمل المسافات ونتحكم فيها بطرقة احترافية ومن خلال الفيديو العملية هنقدر نكتب الشطر الاول من البيت الاول بالشكل ده وعايزين نكتب الشطر التاني ازاي نعمله الطرقة الخاطئة طبعا ان انا اقرر اعمل ده عن طريق زيادة المسافات بضغط على مسترة المسافات اكتر من مرة ده طبعا حيتم الكتابة بطرقة عشوائية وعمرها ما هتزبط مع بعضها لعمل المسافات بضغط على زهار مهم من لوحة المفاتيح اسمه تاب زهار تاب ده لما بضغط عليه بيحركني لو بصيت على المسترة بلاقي علامات كده صغيرة بمقدار نص بوصة كل ضغط التاب بتتحرك بين النقاط دي او العلامات دي طيب انا محتاج اضغط تاب في الشهر هي مرة واحدة بس الشغل الصح نضغط تاب مرة واحدة واكتب الشطر التاني وطبعا حقرر ده في بقية تضغط انتر عشان اكتب الشطر الاول من البيت التاني واضغط علامة تاب مرة واحدة واكتب الشطر التاني من البيت التاني بالشكل ده واكمل طبعا بقية الابيات ولحد ما انهي كتابة الشارع او القصيدة اللي انا محددها طبعا ممكن حد يقترح اللي بدل ما تعمل علامة تاب مرة واحدة اضغط مرتين او ثلاثة وبعد المسافات بين الابيات وده بشكل اختلافي بيكون خاطئ انا بعمل علامة واحدة بس بعد كده هتحكم فيها ازاي بعد ما كتبت الابيات ممكن احددهم بالشكل ده كلهم واضغط من جروب فقرة بالشكل ده على علامة اللانشل او المشاغل عشان يفتح للدول بوكس اللي اسمه فقرة وفي نهايته بلاقي التحكم في علامة الجدولة او تاب ستوب بضغط عليها واحدد اقول له علامة تاب اللي انا عملتها دي ودتلي بشكل افتراضي نص بوصة انا ممكن اغير القيمة وقول له لا انا عايزك توصل للمسطرة على الرقم 9 هنا 9 على المسطرة بالشكل ده والمحازات تكون نحية اليمين ممكن اتحكم في المحازات بما اني بكتب شعر عربي فبالتأكيد المحازات نحية اليمين هل هعمل في النص نقط فواصل حنجر بس كده فكرة الرقم 9 بلاقيه تم تطبيقه على كل الابيات بمجرد ما لغطي علامة تاب واحدة هنقلني للرقم 9 لاني اتحكمت في مقدار قفز المؤشر عن طريق زور تاب الى الرقم 9 على المسطرة علشان نبين انا عملت كم علامة تاب بضطر اظهر العلامات الغير مطبوعة بيبين لي ان انا عملت علامة تاب واحدة وكده الشغل مزبوط ما عملتش اكتر من تاب ولا مسافات عديدة واخفي تاني علامة تاب بسطوب بالشكل ده وتحكمت فيها لو عايز الغي الكلام ده كله ممكن احدد تاني وطبعا من نفس المكان دي طريقة او من مكان اخر بلاحظ ان في علامة موجودة على المسطرة اها علامة الجدول بحددها وابعد بها بعيدا عن المسطرة رجع تاني بشكل افتراضي لقيمة علامة الجدول اللي هو نص بوصة المرة دي انا هدخل مرة تانية وهختار وهقول له روح عند رقم تسعة وخلي المحازن اليمين واعمل لي الشكل ده للفرؤات قبلها واقول له موافقة اللحظ ان هنا عمل لي بالشكل ده بيستخدم طبعا في جدول المحتوىات او الفهرس بالشكل ده بنعمل النقط دي لكن مش بنستخدمه في الشارع الا نادرا يعني نقدر نقول باختصار ان التحكم في علامة تاب بتعمل لي محازن النص بالشكل ده والتباعد بيكون بشكل مزبوط طبعا البدايات بتكون صحيحة وكمان ممكن اتحكم بقى في محازن النص ده لما يبدأ من هنا المحازن نحية اليمين زي ما احنا شايفين ممكن اخلي المحازن نحية اليسار لو عايز ازبط من نحية اليسار ولو عندي ارقام عشرية ممكن ازبط المحازن على العلامة العشرية كل ده بتحكم فيه من خلال طبعا تحديد النص اللي انا عايز اتحكم فيه لازم احدد النص اولا اللي عايز اتحكم فيه علامات الجدولة وتفاصيلها وكل التفاصيل دي حلاقيها هنا ما يكون عنده أرقام عشرية بحزيها عشري طبعا أنا هنا أريد أحازي نحية اليمين